وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا آله وصحبه ومن ولاه بعد أهلاً وسهلاً ومرحباً بحضراتكم ولقاء متجدد مع مفاهيم أسرية حلقة اليوم سنتكلم فيها عن بدء الوحي بدء الوحي وحديث بدء الوحي وموقف أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ونستنبت من هذا الحديث بعض المفاهيم الأسرية التي يبغي أن تكون عليها الزوجة مع زوجها بإذن الله تعالى قبل أن نتكلم عن الدروس لابد أن ننتقل مباشرة إلى غار حراء نذهب جميعاً إلى غار حراء في غار حراء وهذا المكان الضيق أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها تجهز بعض ما يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى الغار لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا فهي تساعده على ما يحب فهو يريد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحنس لله عز وجل ويتفكر في ملكوت هذا الكون فتتركه يذهب إلى ما يحب أن يريد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء وهو في الغار وأثناء يعني نقول اللي هو الانقطاع عن الدنيا وهذا أيضاً يحتاج إليه المسلم من حين لآخر أنه ينقطع قليلاً عن الدنيا يجلس ليتفكر يكون عنده بعض الوقت يعني يراجع فيها نفسه النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وفجأة يتواجد رجل موجود في غار حراء من أين علم هذا الرجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يسأله نفسه ولم يكن نبياً بعد صلى الله عليه وسلم ما الذي أتى بهذا الرجل في هذا المكان ولا يعلم هذا المكان وأني موجود هنا إلا خديجة رضي الله تعالى عنها وبالتالي هذا المشهد ووجود هذا الرجل في هذا التوقيت في هذا المكان جعل نسى سلم يشعر بشيء من الخوف وازداد الخوف أكثر عندما ضمه هذا الرجل إلى صدره ضم شديد وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الرجل من هذا أنا أعرف يعني معظم أو لم يكن كل يعني أهل مكة من أين هذا الرجل وشكله غريب عني وما الذي يفعله والضم كان الضم قوية فعلم قوة هذا الرجل فخاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا ثم نزلت الآيات اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من على الآيات ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من إلى أصدقائه أصحابه إلى قبيلته لم يذهب إلى أي مكان إنما ذهب إلى بيته إلى خديجة رضي الله تعالى عنها إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها ثم قال لأمنا خديجة إني خشيت على نفسي يرتج في النبي السلام إني خشيت على نفسي فلكلا لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرد ضيف وتعينه على نوائب الحق وأخذت تعدد له أخلاق الأخلاق الذي يتميز بها لأنها تعلمها منه بيدا هذه الزوجة الطاهرة الطيبة قامت بعدة وظائف وهو غير موجود في البيت وعندما رجع وهذه هي الدروس والمفاهيم التي ينبغي أن نؤصلها في نفوس الزوجات في حيث أن تتغير أحوال البيوت فأول درس نستفيده من هذه الحادثة أو هذا الموقف وهذا المشهد في حديث بدء الواحي رقم واحد تعلم البنات وتعلم الزوجات حسن استقبال الزوج لزوجها عند عودته إلى بيته من العمل أو غيره من الأعمال أحسني استقبال زوجك المقطة الثانية تعليم الزوجات أهمية الوقوف مع الزوج في وقت الشدائد مهاردة زوجك يعني في شدة هو في جنبه اسني لي دعميه فنعلم الزوجات وتعليم الزوجات هذه المسألة والتهدئة من روحك كلا والله لا يقذيك الله أبدا وهدأته وسكنته أيضا تعليم الزوجات الزوجات لا بد تتعلم من هذا الموقف من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها أنها ينبغي أن تسبت زوجها على الحق ممكن تقول له تقل لي ودك هناك وانا ما شحنا قلنا ما تروحشي للوحدك ما تروحشي كلام ده قلت لو ممكن يكون رايح مسافر على شام رايح يتاجر يعني واحد مننا رايح يتاجر وسافر لأي دولة من الدول حتى يعني يشتغل في التجارة فخسر التجارة ترجع بأول ما يرجع ما أنا قلت لك ما تروحش هناك وانت تبدأ تعمل قصة طويلة عريضة إنما الزوجة لابد أن هي تسبت زوجها على طريق الحق وتبدأ أن هي تساعده في المشكلة التي حدث وإن كان مخطئ يعني ممكن يكون المخطئ لكن هذا الوقت ليس يعني للوم والتوبيخ ولأقاب الآن إنما ممكن ننتظر لوقت آخر وننتناقش بهذه المسألة الزوجة أيضا تتعلم من هذا الحديث أن الزوجة الصالحة هي سبب في نجاح الزوج في هذه الحياة بعض الزوجات هي سبب نجاح الزوج وبعض الزوجات هي سبب فشل الزوج لأسف الشديد فلابد أن زوجك تقوم بهذا الدور مع زوجها النهاردة أنت زوجك بيعمل في عمل ما؟ لابد أن تهيئ له المناخ الهادئ الساكن الذي يخرج من البيت للعمل يخدم بنفسية مطلئنة بنفسية هادئة فيصبح العقل العقل صعفي فينتج أما غير ذلك فتصبح المشاكل كثيرة وأيضا من الدروس المهمة والمفاهيم المهمة من هذا الحديث الذي يجب أن تتعلمها الزوجة أو تتعلمه الزوجة الضر الإيجابي للمرأة في وقوة وقت الشرائف أيضا الزوجة لابد أن تعرف الصفات الحميدة الموجودة عند الزوج وتنميها ذلك المنة خليجة رضي الله عنها تقول إيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا وبدأت تعود للمرأة في السلام الصفات الحميدة الموجودة عندهم أيضا الزوجة الصالحة تتعلم من هذا الحديث أنها تقدم الدعم المالي والنفسي والعاطفي للزوج اللي ينهض من جديد مهم جدا مهم جدا هذه المسائل وننهي بكلام أمنا خليجة رضي الله تعالى عنها قالت كلا أبشر يا سلام على الكلمة أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا يعني كلها ثقة والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرد ضيف وتعين على نوائب الحق هذه يا إخوة ويا أخوات لابد أن تكون هذه المفاهيم واضحة جدا في أزهان وعقول الزوجات حتى يتقدم الزوج وحتى ينجح الزوج في حياته وبالتالي سينجح معكم والخير يا عم على كل أفراد الأسرة نسأل الله عز وجل أن يسعد بيوت المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة